السلام عليكم اهلا وسهلا بكل الاصدقاء وبكل محب الكراءة والكتابة والمطلع والعيش بين المكتبات والكتب استجابة للمبادرة الجميلة التي اطلقتها قناة ذل الكتب لليوتيوبر سامي البطاطي وهي تحدي ذل الكتاب وهو تحدي قراءة سبع كتب ضمن اختيارات معينة هذا التحدي الذي يقع بين عيد الفطر وعيد الاصحى والذي مدته واحد وسبعون يوما اي تقرأ فيه سبعة كتب بمعدل كتاب كل عشرة ايام اذكركم اصدقائي بشروط اختيار الكتب والمشاركة في هذا التحدي اولا ان يكون الكتاب الاول صاحبه قد توفي قبل سنة ميلادك ثانيا ان يكون الكتاب الثاني صاحبته امرأة ثالثا ان يكون الكتاب من ادب الرسائل رابعا ان يكون صاحب الكتاب او الرواية قد حصل على جائزة نوبا للأدب خامسا ان يكون الكتاب من ادب السيار والرحلات ان يكون الكتاب السادس ضمن كتب قد ناولها سامي البطاطي في قناته في الكتاب واخيرا ان يكون الكتاب يتحدث عن القراءة والكتب كما ترون اصدقائي الكتب مقلوبة واذا اردتم ان تتعرفوا على هذه القائمة التي قمت باختيارها للمشاركة في التحدي فتابعوا معي الى اخر الفيديو قد اخترت سبعة كتب ضمن الشروط المطلوبة سابدأ بالكتاب الاول قبل اعيدي ملاديك وقد اخترت لهذا التحدي او لهذا الشرط كتاب لبيك حج الفقراء لمالك ابن نبي الكاتب الجزائري المعروف الكتاب الثاني ان تكون صاحبة للكتاب او الرواية امرأة وقد اخترت لهذا التحدي رواية للدكتورة هيفاء البيطار الكاتبة السورية عنوان الرواية نسر بجناح وحيد التحدي الثالث وهو ادب الرسائل فقد اخترت كتاب مختارات من الرسائل جبران دي جبران خليل جبران الشرط الرابع وهو كتاب حصل صاحبه على جائزة نوبل الادب وقد اخترت كتاب الشحال لنجيم محفوظ وقد تحصل نجيم محفوظ على جائزة نوبل الادب عام 1988 هو الكاتب العربي الوحيد الذي حصل عليها كتاب اخر شرط اخر وهو ادب الرحلات اخترت لهذا الشرط كتاب ما لم يعيش سنربال للكاتب الجزائري عز الدين ميهوبي شرط السادس وهو كتاب تنابلته قناة سامي البطاطي ضمن اختيارتها اخترت لذلك كتاب الإنسان يبحث عن المعنى معنى الحياة والإلاج بالمعنى لفرانكل فيكتور الشرط الأخير فهو كتاب عن القراءة والكتابة فاخترت لذلك من مكتبتي الشخصية كتاب كيف تكتب القصة والمقال والقصة القصيرة ورواية للدكتور عبدالعزيز شرف هذه القائمة التي اخترتها للمشاركة في التحدي اتمنى ان تنال اعجابكم جميعا واقدم تحية خاصة اليوتيوبر والاخ سامي البطاطي وتحية خالص ايضا الى كل المشاركين في هذا التحدي واتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد والمتعة اشكركم جزيلا الشكر والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة